معنا من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور رولان بيجاموف دكتور رولان أهلا وسهلا بك تعنا نتحدث عن هذه التحديات التي تنتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد فوزه تقريبا بـ 87% من الأصوات وأبرز ما سمعناه أيضا في خطاب النصر سباق الخير أولا أود أن أقول أن هذه الانتخابات أصبحت إرادة الشعب الروسي ووحدته كشعب كيد واحدة وليس فقط المواطنون في روسيا ولكن أيضا المواطنون في الدول الأجنبية منها الصديقة وغير الصديقة الذين أدلوا بأصواتهم رغم أن هناك كانت ضغوضات نوسية وقانونية وغيرها من الأساليب مستخدمة ضدهم بحيث لا يشاركون في هذه الانتخابات إما يشاركون من أجل إفسادها أو مثلا أمل أي استوزازات وبالتالي نستطيع أن نقول اليوم أن الشعب الروسي رد واستجاب على موقف الغرب منه لأن هذا الموقف المتغطرس والكبرياء وكل ما شاهدناه خلال السنتين الأخيرتين على الأخص أضبط بأنه لا خيار آخر للشعب الروسي من أدم السماح للغرب الجماعي لإلحاق حزيمة استراتيجية بدولتنا وبشعبنا وبالتالي أستطيع أن أقول اليوم أن الروس يستطيعون يقولون أن ارفع رأسك فوق أنت روسي وهذا بكل صدق فيما تعلق التحديات التحديات مأروفة مثلا الغرب طبعا الاتحامات كانت جاهزة وبشكل مسبق ولكن أستطيع أن أقول شيء ثاني ومهم جدا نحن من الآن فصائدا لا يهمنا أي شيء ماذا يفكر بنا الشعب لماذا الآن؟ ما الذي اختلف دكتور رولان؟ هل اليوم هذه الانتخابات عمليا كان بحاجة إليها الرئيس الروسي لإثبات أن الشعب الروسي راض عن ما يقوم به الرئيس بوتن؟ أولا سؤال وجيح أشكرك على هذا السؤال ولكن أولا هذا هو الاستقاك وفقا للدستور ثانيا بعد السنتين من بدي هذه العملية الأسكرية وكل الكلام الذي قيل أنه وعن شعبنا عن أخداف هذه العملية جاء الشعب الروسي أضبط لي مرة أخرى بأنه هو لديه الواي القومي وهو يدرك ما يخدث في بلاده وهو بتصويته وبهذا الإقبال على الانتخابات غير مسبوك لم يشهده روسيا في تاريخه المواصر جاء وأضبط بأنه فاهم ما يخدث في الدنيا ويدرك جيدا بأنه تخت مرمى نيران ولا يسمع بحزيمة روسيا ولا يسمع بحزيمة هذا الشعب بكل أطيافه بكل أرقياته وبكل أديانه يد واحدة شكرا جزيلا لك من موسكو الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور رولان بيجاموف شكرا جزيلا